فقامة الرئيس السيسي أعضاء الصحفة يسعدني أن أتواجد هنا في القاهرة للقيام بأول زيارة على مستوى سنائي من جانب رئيس السوني في خلال ثلاثة عقود من المهم أن نعقد علاقات وطيدة مع مصر أحد أهدف الأهداف الرئيسية لزيارتي هو تعزيز علاقتنا وخلق المزيد من الفرص للأعمال بين الدولتين معي وفد من قادة الأعمال في إستونيا في مجالات الطاقة والنقل والدفاع والصحة وكذلك التكنولوجيا والتعديل والهندسة إستونيا مهتمة بالتوسع في التعاون في مجال الخدمات الرقامية والأمن السيبراني الخدمات التي نتمتع فيها بخبرة متميزة كما نرى فرص جيدة للتعاون في مجال الطاقة والدفاع ونحن حرصون على بناء علاقات تعليمية بين جامعتنا مثل الموجودة بين أقدم الجامعات في إستونيا والجامعات في القاهرة تمناقشاتنا اليوم شملت الأمور الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط بالنسبة لي مع انهيار النظام الدولي فهذا يؤثر على الجميع وتؤمن إستونيا بأن مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح من أجل أن ينمثل بشكل أفضل كل الأقليم والمناطق بالطبع نحن تأثرنا بالهجوم الروسي على أوكرونيا وهي قضية حساسة والسلام يمكن أن يؤثر على السلامة ونزاهد الأراضي السلامة الإقليمية لإستونيا وكذلك فإننا مع أوكرانيا ندعو إلى المجتمع الدولي ومصر للانضمام إلينا في هذه الجهود نحن نشجع جهود مصر من أجل التوصل إلى سياقة سلمية في أزمة الأوكرانية الروسية وكذلك فإننا نثمن جهود مصر من أجل السلام في الشرق الأوسط السرعات المستمرة تمثل شواغل خطيرة بالنسبة لنا وخاصة أنها تؤثر على حياة أشعوب سنيا تقدر كذلك دور مصر كوسيط وصانع للسلام في المنطقة وندعم حل الدولتين لأنه الحل الوحيد للسلام الدائم مع كذلك ضمان أمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطين بالنسبة للصراع فإننا يجب أن نعمل على دخول المزيد من المساعدات وندعم الأمم المتحدة في أعمالها المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين وكان هناك منشد من أستونيا في ألفين أربعة وعشرين لدعم بعثات الأمم المتحدة واليونسيف وبرنامج القداء العالمي وقد قدمنا المساعدات لمبادرة الحبوب لتوفير الحبوب للدول التي تحتاج إليها أستونيا تسمن دور مصر كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي والناتو وهذه الشراكة مع مصر هي أساس جيد للتعاون في مجال التجارة والأمن والاستقرار في المنطقة على المستوى الثقافي أنني أتطلع إلى زيارة المتحف الكبير في مصر ومستونيا هي وكهة رئيسية للمسافرين والسياحة المصريين وكذلك استكشاف الموارد في البحر الأحمر نحن نقدر النيل الجميل وكذلك الثقافة أنني أود أن أشكر الرئيس السيسي وشعب مصر على حرارة الاستقبال هذه الزيارة أثبتت الأفاق الكبيرة والمقاومات كبيرة للتعاون ومن أجل الاستقرار والأمن في المنطقة كذلك فإن مناقشتنا تعمل على تعطيد التعاون ومستقبل أكثر تعاون بين مصر وأستونيا شكراً